السلام عليكم مشابهي بازينا ان شاء الله كامل تكونوا بخير وان شاء الله كامل تكونوا على خير اليوم راح ندخلو الجزء الثاني من سلسلة المراجعة الشامل للمادة الهندسة الكهربائية وراح نكملو موضوع الشامل الذي يحتوي على 144 سؤالا وكما قعدتكم من قبل بإذن الله هندسة كهربائية راح نقلبها لكم أبسط من بساطة بسيط نعم يا بسيط في حصة الماضية كملنا الجزء الأول إذا كانت هذه أول زيار لك نتمنى أنك تفرج السؤال لأنه فيه أسئلة وأجوبة فاصل ثم نواصل هيا تلاميذي الأعزاء نبدأ بأول سؤال سؤال واحد أكمل تحليل وظيفي في تنازلي على وثيقة الإجابة صفحة 21 كما تلاحظوا هنا أعطاكم مخاطط وظيفي تنازلي وأطلب منكم تكملوا هذه النقاط جماعة بعدما تكمل هذا الفيديو إذا لم تفهمت مخاطط تنازلي وش تدير أضغط على رقم واحد يسار الشاشة في تطبيق جي 2 بإذن الله كل شيء ولي سهل هذه أول حاجة الثاني حاجة كي تخدم مخاطط تنازلي لازم تكون عندك استراتيجية منظمة في رأسك بهم رجاء كي تأتيك أسئلة مهما كانت معاقدة تكون منظم في طريقة الإجابة وشيء الاستراتيجية كيف تملأ مخاطط تنازلي أول حاجة وش لازم تبدأ تبدأ بمتمن إنتاج العادي هو اللي يعطي لك رقم الأشغولات ثاني حاجة املأ معطيات الدعم والمراقبة من جدول اختيارات التكنولوجيا معنا تجيب للجدول اختيار التكنولوجيا وأبدأ أملأ وآخر حاجة املأ معطيات الدخول والخروج معنا المادة الأولية والمادة المصنعة من مخطط الوظيفي الشامل من مخطط الوظيفي الشامل ليعطيها هيا جمعا هذو الخطوة نطبقهم بإذن الله نلقاوه مخطط وظيفي سهل داشة ما تصوروهاش هيا نبدأ أول حاجة وش قلنا في الاستراتيجية نجيبه متمن إنتاج العادي هذا هو المتمن إنتاج العادي إذن أشغولة واحد وش هي هي أشغولة الدفع وأي أشغولة عندها نهاية اللي هي نهاية الدفع إذن بما أنه هذا يعطيها لأشغولة واحد رحوا آ واحد إذن هنا وش نكتبه جمعا نكتبه إدفع إدفع القطع ولا أي حاجة على حساب المادة الأولية أنتعه وأي أشغولة عندها نهاية إذن هنا وش نكتبه نكتبه نهاية الدفع ولا قطعة مدفعة هذا بنسبة المستطيل أول نزيده بنفس الطريقة في المتمن إنتاج العادي الأشغولة الثانية هي أشغولة الدمغ وعندها نهاية اللي هي نهاية الدمغ إذن نروح آ ثانين وش نكتبه إدمغ وهنا عندها شرق نهاية وش نكتبه نهاية الدمغ اللي هو اللسق بنفس الطريقة وروحوا المستطيل رقم ثلاثة هيا جمعة المستطيل رقم ثلاثة اسم الأشغولة اللي هي تقديم وأي أشغولة عندها نهاية اللي هي نهاية التقديم إذن هنا وش نكتبه اكتب قدم بصيغة الأمر اسم نشاط كمة حب وهنا اكتب نهاية النشاط إذن نهاية التقديم هذا بنسبة للمستطيل آ ثلاثة وروحوا المستطيل آ ربعة وش يوافقه في المتمن إنتاج العادي الأشغولة ربعة هي أشغولة الطبع إذن هنا وش نكتبه إطبع وهنا نكتبه نهاية الأشغولة إذن وش نكتبه نهاية الطبع ومستطيل آ خمسة الأخير وش مكتوبة لي روحوا المتمن إنتاج العادي أشغولة رقم خمسة العد والإخلاء إذن نكتبه بصيغة لام عد وأخلي وعنده نهاية اللي هو نهاية العدة والإخلاء تلميذ الأعزاء بعد ما كملنا هذا ادركوا وش نكملوا ما حدد ليش المنفذات في هذه الحالة ما نتفسف ما ولو وش ندير أي أشغولة ندير النظام ونكمل إسمه أشغولة كما هنا الدفع نكتبه نظام الدفع كما الدمق إدماغ نكتبه نظام الدمق اللسخة وكما هنا إطبع نكتبه نظام الطبع وكما هنا عد والإخلاء نكتبه نظام العدة والإخلاء منسلسوش ما نكتبهش المنفذات أوكي لو كان أعطاه لي رافعاء أكل من اجتماع مناسبين في إضافة تقتربين لتأكيد المنفذات لتأكيد olika تماما تلابيذي الإعزاء بعد حأنه معطيت الدعم سوف نكمل معطيات مراقبة المعط开 المراقبة التي تحتوي على الطاقات تصريح الاستغلال وما هي مؤمن المحتاج عبر جملة UMM تأتي مجموعة هذو كيفانا ملاوه مجمعه نجيبه جدول الاختيار ما حتى في الاستراتيجي كملت الخطوة الاولى وروحوا الخطوة الثانية ويش نحضر نحضر جدول الاختيار كما كم تلاحظوا جدول الاختيار جبتكم المنافذات والمنثقات بس كما نحتاج المنافذات المتصدرة هاي نبدو جمعة شغولة الدافع وش راكم تلاحظوا شكون يقوم بها رافع احادة المفعول رافعه باتمشي لازمها طاقة هوائية ولو كان نروح نشوف المنافذات المتصدرة نلقوه نلقوه نوع الموز وش نحتاجه نحتاجه وش طاقات الطاقة الاولى هي الطاقة الكهربائية وهنا نزيد سهم اخر ونسموه بطاقة الهوي هذا بنسبة المستطيل الاول بعدها جمعة راحوا الملتقطات نبحثو على الحويج لتحتاج الضبط هل يوجد عداد هل توجد مؤجلة هل توجد خلية حرارية الى اخي كما كم تلاحظوا هنا ما كانش امور لتحتاج الضبط معناتها هنا كملنا المستطيل ا واحد ثاني حاجة راحوا المستطيل الثاني اثنين اللي هو الدمق راحوا اجدول الاختيار عملية الدمق ولا اشغولة الدمق تقوم بها الرافعة بي ومحرك خطوة خطوة موتور با ابا اذا هذا وش يحتاجه 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 الطاقة الكهربائية والطاقة الهوي اذا نكتب هنا ا 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 تحتاج للضبط لا عدد لمؤجلة لمقاومة حرارية لا حتى حاجة كمنا المستطيل A2 رحوا لي بعدها أشغال التقديم كما تلاحظوا أشغال التقديم أعطانا معطية المرقبة مع أنتها رحوا أشغالها رقم 4 المستطيل الرقم 4 أو المستطيل الطبع المني الذي يقوم بالطبع عندي مقاومة التسخين A2 وعندي رافعة C رافعة مستوش المفعول كم نحتاجه تحتاج الطاقة الكهربائية بها نغذيه الـ Air Charge و الموزع ونحتاجه الطاقة الهوائية بها نغذيه رافعة إذن ما تكتبه هنا نكتبه طاقة الكهربائية وهنا ما معنى طاقة هوائية بعدها نرى الملتقطات ونبحث عن الأمور التي تحتاجها الضبط كما كنت تلاحظوا هنا عندي تتا تتا وش هي ملتقطة تكشف عن درجة الحرارة ودرجة الحرارة تحتاجها الضبط نكتبه تتا وزيده كذا عندي T1 تأجيل تحتاجها الضبط إذا هنا نزيد تأجيل T1 ونزيد درجة الحارة إذا نكتبه هنا نكتبه زمن تأجيل T1 ونكتبه تطاق درجة الحارة ملتقط الكشف عن درجة الحارة هذا الأمو تحتاج إلى الضبط هنا جمعنا مستطيل A4 رحوا آخر مستطيل هو A5 اللي هو عدوى إخلي إذن من الذي يقوم بهذا العمل يقوم به A2 محارك فقط وهذا المحارك يحتاج طاقة كهربائية إذن نكتب هنا طاقة كهربائية من بعدها رحوا جزء خاص بالملتقطات وكما تلاحظوا هنا P1 وش هي خالية الكشف والعد كلمة العد تحتاج إلى الضبطية تحتاج إلى الضبط الترديد إذن هنا في هذه المعطاية المراقبة نكتبه طاقة كهربائية وهنا وش نزيده ترديد N هنا يجمع كمنا بالجدول الاختيار هنا كمنا خطوة ثانية من الاستراتيجية إذن وش بقات لي خطوة ثالثة وش نديره نجيبه المخطط الشامل ونعرفه شكون هي المعطاية الدخول وش كون هي المعطاية الخروج إذن كما تلاحظوا هذا هو المخطط الشامل المعطاية الخروج وش هي هي علب الطماطم المجهزة يعني روحوا نشوفوا آخر أشغولة آخر أشغولة اللي هي أخمسة اللي هي عدوى إخلاء إذن هنا وش هي معطاية الخروج وش هي المادة المصنعة تحتها نكتب هنا علب طماطم المجهزة في السنادق هنا كملنا معطاية الخروج تلاميذ الأعزاء أدركوا وش بقنا بقنا المعطاية الدخول في المواطنة تدخل عندنا ربع مواد أولية علب طماطم غير مجهزة لاسقات الإشهارية وحبر الطبع والسندق إذن في هذه الحالة طريقة بسطة جدا إذا قلت إشكاليها أقرأ دفتر شروط ستعرف كل شيء بتفصيل إذا لم تريد دفتر شروط تقدر تملأ منها مباشرة بالمواطنة على تلميذ الأعزاء نكتبه المستطيل A1 هو مستطيل الدفع إذن وش هي المدى الأولية علب طماطم غير مجهزة نكتب هنا علب طماطم غير مجهزة مستطيل A2 هو الدمق ولا اللسق وش هي المدى الأولية هي اللاسقات الإشهارية مستطيل الثالث اللي هو أربعة اللي هو إطبع وش هي المدى الأولية اللي هو حبر الطبع وآخر مستطيل اللي هو عدوى الإخلاء وش هي المدى الأولية اللي هي السنديق ولا نكتبه سنديق هذه طريقة ترسم مخطط تنازلي نتمني أنه وصلتكم فكرة وبإذن الله ما تلقوا حتى إشكال المهم ما تنسوش تكثرنا دعاوي الخير هذا هو خاصة دعاء للأبي المتوفي وأمي المريضة هيا جماعة زيناء روحوا سؤال رقم 2 سؤال رقم 2 أنشئ ماتمن أشغولة ربعة اللي هو أشغولة الطبع حذير يجمع حذير يجمع ما تكملش سؤال لازم تكمل سؤال من وجهة نظر جزء التحكم معنى هنا الأفعال هي المنفذات المتصدر قادر يبدأ لكم السؤال يقول لك أصم ماتمن أشغولة الطبع من وجهة نظر جزء المنفذ هنا أفعال تولي المنفذات على هذي ما تسرعش لأنه أغلب الأسئلة ديما ما تمنى من وجهة نظر جزء التحكم وما تمنى من وجهة نظر جزء التحكم طريقة لاواع ديما تبقى تخدم ما تمنى من وجهة نظر جزء التحكم وتكملش السؤال ديما أقرأ سؤال وكملوا من بعدها جماعة زيناء جماعة إذا مثلاً كملتوا السؤال مفهمتوا شطريقة ترسم المتمن وشتديروا أضغطوا على الايقونة رقم 2 الزرقة هذي حتدي لكم المتمن وتفهموا كل شيء وبعدها ديروا الرجوع وكملوا الفيديو في التطبيق هذي أهم حاجة ثاني حاجة جماعة بترسم المتمن لازم تكون منظم في الأفكار تاعك لازم تكون عندك استراتيجية منظمة مهما كان المتمن معقد هتخدمه بكل بسط إلا وش هي الاستراتيجية نتباحة بترسم المتمن أول حاجة ترقيم الأشغولة من المتمن جيبياً وش معنتها؟ كيقول لك أرسم لي المتمن طبع أرى شوف الرقم الأشغولة أربعة كما هنعطى لك اسم الرقم الأشغولة قادما يعطى لك شرقم الأشغولة ثاني حاجة تزيئة تفضل شروط بحروف الفصل والوسط ذو كنا فهموا متقلقوش ثالث حاجة تأطير الجزء الخاص بالأشغولة في المناولة كما شفنا الحصة الماضية لازم تلون ولا تأطر المنفذات اللي هتخدم منها ما تمر بهت نسبة التركيز تزيد رابع حاجة وشي هو تلوين جزء خاص بالأشغولة في الجدول اختيارات التكنولوجيا إذن المنفذات المتصدرة هي الأفعال والملتقطة هي الاستقبالية هذه وكسا تكون أفعال إذا طلب منك متمن من وجهة نظر جزء التحكم إذا طلب منك متمن من وجهة نظر جزء المنفذ إذن شكون هما الأفعال اللي هما المنفذات فقط هيا جمعان طبقوا الاستراتيجية إذن أول حاجة وش لازمنا نجيبه دفتر الشروط اللي هو هذا ثاني حاجة نقطره ندير إطار على المنفذات الخاصة بأشغولة الطبع كما كنتلاحظوا وشكون يقوم بها رافعة سي فقط ثالث حاجة نجيبه الجزء الخاص من جدول الاختيارات الخاص بالأشغولة الطبع جبنا المنفذات المتصدرة والملتقطات على ما جبتش منفذات لأنه طلب مني متمن من وجهة نظر جزءة تحكم ولبعده وش لازمنا نجيبه نجيبه المتمن إنتاج العادي نشوفه الطبع قدها رقم الأشغولة اللي هو أشغولة الرابعة وآخر حاجة نجيبه الأشغولات المساعدة بها نشوفه الإذن بتشغيل آلي والله هذه إذن بتشغيل آلي إكس مية وابعة زياد إكس مية وخمسة نجيبهها من متمن قيادة والتهية وإن نقاوه إذن بتشغيل الآلي هيا جمعة نبدأ ونرسمه المتمن أول حاجة تفهمنا عليها وش كنا لازمنا نشوفه الطبع جدها رقم الأشغولة التاح اللي هو أشغولة الرابعة وهذه الأشغولة عندها نهاية طبعا لازم نجيبه القائب استقبالية انتاحة. اذا هنا وش نرسمه? نرسمه اشغلها ربعة. والهدف التاعي لازم نجيب الاستقبالية هذي. واللي هتكون اخر مرحلة في اشغلها ربعة. هذي اول حاجة. ثاني حاجة وش نديره? اه نقراه دفتر الشروط ونقسمه. نشوفه الحروف الوصل والحروف الفصل. اذا هاي نقراه الدفتر الشروط مع بعض. وش قالكم? يسخن الطابع بواسطة مقامة تسخين اير شارج. حتى درجة الحرارة ستين درجة مئوية. اذا الفعل وش هو? هو التسخين. ونهاية الفعل وش هو? كي يوصل درجة الحرارة ستين. بعدها جاءت كلمة ثم. ثم هذي يجمع فصل. وش معانتها? مرحلة اخرى. معانت هذه المرحلة فيها فعل اير شارج فقط. ثم مرحلة الموالية. معانتها تعاقب واحد. ثم ماذا يحدث? ثم ينزل ساق رافعة سي. يعني وراء ساق الرافعة. ساق رفع ينزل 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 hospitality وكتي يتوقف ساق رافعة سي كي يدغط على سي واحد. كل بفعل شارط نهاية. اذا نزل ساقة رافعة وش هو شرط نهايتها? سي واحد. بعد وش قيلك? بعد? بعد عش معانتها؟ مرحلة موالية. معانت هذه مرحلة كذلك فيها فعل واحد. بعد وش يصير؟ بعد نهاية نزول رافعة. وش تبقى? تبقى مدة ربعة ثواني كافية للطبع. اذا ما شو قال لكم? قال لكم كيف يتوصل رافعة وتضغط على سي واحد كينزمن تأجيل مدته اربعة ثواني كافية للطبع. معنى هنا هذه مرحلة فيها زمن التأجيل. بعدها وشو قال لكم? بعد نهاية الطبع معنى تفصل معنى كانت مرحلة اخرى راح يكونوا فيها افعال. مرحلة اخرى هاده شو فيها? يعود ساقة رافعة سي لوضعه الابتدائي. تعود ساقة رافعة سي لوضعها الابتدائي. معنى تنغذي رافعة بطريقة عكسية. براجز عسق رافعة سي. وش كون يبالي بلي يا رجات? الياسي زيفر صيفر. وهنا تنتهي الدورة. اذا هنا كما كم تلاحظوا تعاقب واحد. هاي اجمع بعد ما عرفنا الفصل والوصل وعرفنا كل مرحلة والفعل نبدأ ونرسموهم عن طريق المتمن. اذا اي متمن عنده مرحلة توقف هي مربع مزدوج. رقم بتاعها ربعة والصفر هي مرحلة ابتدائي. على هذين سميوها ربعين. هذين سميوها مرحلة توقف والله الاشغولة هي متوقفة. اذا وش هو الهدف تاعي لازم ننصم هذا المتمن. اي متمن تاع اشغولة لازم له شرطين اساسيين. الشرط الاول وش هو ينتظر اشارة التشغيل من المتمن الانتاج العادي من اشغولة ربعة. معنى تأكيد تنشط هذي ربعة تمد لها اشارة التنشيط. هذي اشارة التنشيط على شكل نداء. اذا نكتب هنا اكس ربعة. كي يقولك سؤال ما وضيفة اكس ربعة هي اشارة تنشيط من اشغولة ربعة من المتمن الانتاج العادي. نظام يمشي. لا لا نظام ما يمشيش ينتظر شرط اخر وهو اذن تشغيل آلي من المتمن قيادة والتهية. بما انه اعطالي اشغولة واحد اعطال اذن تشغيل آلي اللي هو اكس مية وربعة وهذه اكس مية وخمسة مواصلة تشغيل طلب توقف نهاية الدورة مع ان يدخلوا مع بعض. اذا هنا وش هي القابلية اكس مية وربعة في ما بين قوسين اكس مية وربعة زيد اكس مية وخمسة. هل يوجد شرط اخر؟ نعم يوجد شرط اخر. باتمشي هذي الاشغولة اجمعها وش تلاحظوا. هنا وش تلاحظوا عندي ملتقط بي سيفر وش يبيلي بيلي بيلي علباء راهي حاضرة امامها رافعة سي. اذا هنا وش لازم نزيده ملتقط زيده بلتقط بي سيفر. اذا بي سيفر وش وظيفته كشف عن علب الطماطن. اذا ما مش معناتها ديما اشارة الاشغولة والاذم تشغل اهلي فقط. ديما تلقوا الملتقطة. اذا قال اعطالك الملتقط هنا يدخل في القابلية الاولى. هنا اجمعها كملت القابليات. ذكروا هو اول مرحلة اللي هي مرحلة اكس واحد وربعين. هيا اكس واحد وربعين. وش هو الفعل المرفق? كما انكم تلاحظوا ماذا قال لكم? يسخن الطابع بواسطة مقاومة التسخين اير شارج. كان فعل واحد. هذا اير شارج اجمعها. شكون هو المنافذ المتصد الذي يتحكم فيه. كما كما تلاحظوا في المنافذات المتصد يتحكم فيه كونتاكتو اير شارج. اذا هنا قد عندي فعل عندي فعل واحد. اذا هنا نكتب في اكس واحد وربعين. المرحلة واشي هي كار شارج. لكل فعل نهاية. اذا المقاومة كي تنشط واحد وربعين مقاومة التسخين دي مارف التسخين. واحد درجة اثنين درجة ثلاثة درجة. اه خمسة اه خمسة 50 , 56 , 57 , 59 . كي توصل 90 درجة نقطع عليها التغذية. اذا ما هي قابلية نهاية التسخين الى درجة الحرارة 60 درجة. اذا نكتب 60 درجة. اذا كملت المرحلة الاولى اللي فيها الفعل تعالي التسخين. ثم معنت تجيب مرحلة 42 على التسجين. 42 هو ينزل الساقة رافعة. اذا تنزل الساقة رافعة معنته خروج ساقة رافعة. ماذا يتحكم في خروج ساقة رافعة؟ الموزع ديستريبتور هي رافعة خروج هنا هذه المنافذات المتصدر منافذات دي سي زايد خروج ساقة رافعة الموزع الذي يتحكم في رافعة في مرحلة 42 ينزل ساقة رافعة خروج دي سي زايد ديستريبتور فيرا سي بلوس لكل رافعة شرط نهاية هذه رافعة تخرج 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 وقتها تنتهي العمل تخرج تضغط على سي واحد هو ملتقط نهاية المشوار سي واحد يبين لي بلي نهاية خروج ساقة رافعة هنا كمانت مرحلة 42 ومش كتبكم هنا بعدها مرحلة اخرى اذا نكتب اكس 43 بعد نهاية النزول تبقى مدة تأجيل تي واحد يساوي اربع ثوني كافية لنجمع تأجيل هنا كمنا مرحلة ثلاثة وربعين صحيح اللي هي زمن تجي بعد نهاية الطبع بعد نهاية زمن تأجيل وشي يصرع كينا مرحلة جديدة فيها فعل آخر وشي هو هو عودة ساقة رافعة سي اذا في الاربعة وربعين نكتبو عودة ساقة رافعة سي وبما انه رافعة ثنائية الاستقرار كي تغذية دي سي زيت تخرج كي تقطع التغذية تبقى الساقة دي مخارجة طبعا نرجعها لازم ديروا التغذية العكسية دي سي ناقص اذا في مرحلة ربعين شو نكتبو دي ستربتور فيرا سي اموا وش كون يبين اللي رافعة رجعت حالة ابتدائتها وترجع وتضغط على ملتقة سي زيرو ملتقة سي زيرو بيعني نهاية الرجوع الساقة رافعة اذا ما انهذا نكتب هنا نكتب ملتقة نهاية شرط سي صفر وهنا يا جماعة كملنا المتمن اشغلة اربعة بعد ما كملنا متمن اشغلة اربعة وش لازم دير اي اشغلة اربعة لازم تنتهي بمرحلة الانتظار ولا تنتهي بمرحلة التوقف هذه المرحلة اللي هديرها باتمد الجواب متمن انتاج العادي تقولوا جزء الخاص بالمرحلة الشاملة اشغلة ربعة انتهى اذا اخر مرحلة وش نكتبو اكس خمسة ربعين هذي اكس خمسة ربعين احتمد الجواب القابلية هذي اشغلة ربعة اذا وش هي القابلية اذا وش هي القابلية هي مرحلة اكس خمسة ربعين اذا اكتب هنا اكس خمسة وربعين اذا اكس خمسة ربعين كنت تحقق لاشغلة ربعة تخمل واحتم شرط اشغلة لبعدها من بعدها بعد ما كملنا هذه أي مرحلة تنتهي بالقابلية. ما نقدرش من مرحلة رحول الـ X40 مرحلة. هذه سموه استحالة تكنوج. لازم مرحلة يجي بعدها قابلية وقابلية يجي بعدها مرحلة. إذا هنا القابلية واش هي نكتبه X4 بار. وش معنى X4 بار؟ معنى غياب نداء لأشغالة آآ ربعة من ما تمن إنتاج العادي. معنى أشغالة ربعة رهي تخملت. من بعد ما كملنا القابلية X4 بار ونرجعو لمرحلة الابتدائية. ما تمنح يكون حلقي. معنى كي توصل الـ X45 يحاودي دية الدورة الأولى الثانية الثلاثة ربعة إلى آخر. وآخر حاجة أجمع ما تنسوش السهم الموجه بها بين الاتجاه المتامن بهذا الشكل. معنى المتمن من ربعين يروح 41-42-43-44-45. كي وصل 45 يهجع إلى ربعين. وهذا هو السهم اللي يبيني الاتجاه. وهنا تلاميذ الأعزاء. مبارك عليكم. ورقموا صبت ومتمن لأشغالها ربعة. وعرفت طريقة الرسم. وتبعت الاستراتيجية. وان شاء الله مرة جايا مزيج طرحكم في المتامن. هذا بنسبة لسؤال رقم اثنين. هيا رحوا السؤال لبعدها. رحوا السؤال لبعدها وسؤال رقم ثلاثة. في سؤال رقم ثلاثة. في متمن انتاج العادي شيبيان. الشكل رقم ربعة. صفحة ربعة. ما هي الاستقبالية التي يمكن ان تعوض الاستقبالي نهاية العدل والاخلاء. اعتمادا على متمن اشغالة العدل والاخلاء. الشكل الخمسة صفحة اربعة. اذا اجمع. اذا عندك مشكلة في متمن انتاج العادي. اضغط على رقم ثلاثة. فتطبيق جي توني توني. ومبعد اتفرج الفيديو. ثم بعدها ارجع كمل هذا السؤال. مي ما عليش اكمل سؤال معي وشوف. انا متأكد باللي احتفهم كل شي بلما تضغط رقم ثلاثة. هيا اجمع. اذا ها نجاب على السؤال الاستقبالية الموافقة لنهاية العدل والاخلاء. اذا اش ندير في هذه الحالة. اذا اش ندير في هذه الحالة. نجيبوا المتمن انتاج العادي. ونحوصوا على اشغالة العدل والاخلاء. هذه هي اشغالة والاخلاء. وش قالكم? قالكم هذه نهاية العدل والاخلاء. هذه الاستقبالية. وش هي الاستقبالية اللي نقدر نعوضها? اسكو اكس مين وخمسين. اكس ربعة وخمسين. اكس احداش. اكس اربعة عطاش. اكس اولتاش. الاخر. وش هي الاستقبالية اللي نقدر نعوضها? طريقة بسيطة جدا. وش نديره? بما انه هذه الاشغولة رقم بتاعها خمسة. نجيبون اشغولة رقم خمسة. اذا هذه اشغولة رقم خمسة. واش هي الاستقبالية تحت اكس ربعة وخمسين? اذا وش نقوله? نستطيع تعويض نهاية العدو والاخلاء بالاستقبالية اكس ربعة وخمسين? اجابة بسيطة جدا. اذا نكتب هنا. كما كنت لاحظو هذه اكس سربعة وخمسين. هي اللي يتمد لي الجواب. بهل اشغولة خمسة قتعد محققة او اكس سربعة وخمسين محققة حتى نشرط الاشغولة لي بعدها وتخمل اشغولة خمسة. هذه القابلية لتخلي المتمن انتاج العادي يطوى. اذا وش هي القابلية التي تعاوض نهاية العدو والاخلاء اللي هي اكس ربعة وخمسين. هيا كتبوا معايا. القابلية هي اكس ربعة وخمسين. هذا بنسبة السؤال رقم ثلاثة. سؤال ربع على ماذا تدل مرحلة اكس اثناش من متمن اشغولة واحد. دفعوا العلب. بنا فموا هذه جمعة. روحوا نبحثوا على اشغولة واحد ونشوفوا. هذه اشغولة واحد. وراه مرحلة اكس اثناش اللي هي هذه. اذا اي اشغولة لازم تنتهي بمرحلة الانتظاء اللي تساهم في تطور متمن انتاج العادي. اذا اكس اثناش ماذا تسمى? تسمى مرحلة نهاية الاشغولة واحد. هذه اجابة دقيقة. ولو اش تقول مرحلة الانتظاء بنسبة الاشغولة واحد صحيح? اذا هنا وش نكتبه? نكتبه الاجابة البسيطة. اذا بما انه مرحلة فارغة نسميها مرحلة نهاية الاشغولة واحد. اذا كما كم تلاحظوا هذه مرحلة الانتظاء هي قابلية تعمت متمن انتاج العادي للاشغولة واحد. بحنا فهموها هاني جبتكم متمن انتاج العادي. اذا جماعة هذه اشغولة واحد كما كم تلاحظوا هذه هي اشغولة واحد وهذه نهاية الدفع. هاكم تشوفوا هذه نهاية الدفع. نقلو نعوضوها باكسة اثناش. واكسة اثناش هذي كنت تساوي واحد منطقة. وش هي صار متمن انتاج العادي? تساهم في تطور متمن انتاج العادي من اشغولة واحد الى اشغولة اثنين. اذا وش نقول مرحلة اثناش هي مرحلة نهاية الاشغولة واحد. هذي بنسبة الاشغولة. وش واضحها بالنسبة المتمنى الانتاج العادي هي القابلية تساهم في تطور متمنى الانتاج العادي اشغولة واحد الى اشغولة اثنين. اذا نكتب تدول مرحلة اكس اثناش من اشغولة واحد على نهاية الاشغولة اولى. هذي اجابة مليحة. ولا نقوله بنسبة المتمنى الانتاج العادي. وش تدير هذه اكس اثناش? تساهم في تطور متمنى الانتاج العادي من اشغاله واحد الى اشغاله اثنين. اذا كانت نية تقديم تسوي واحد منطقي. اشغاله واحد منشطة. اوش حيصى? هتنشط اشغاله اثنين وتخمل اشغاله واحد. وهنا وش صار متمن انتاج عادي راهو يتطور. اوكي. هذا بنسبة للسؤال الرقم اربعة. راحوا للسؤال الرقم خمسة. المتمن الامن جي اس. الشكل اثنين. الصفحة ثلاثة. ما تدور مرحلة اكس متين ووحد. اجماع لي عنده مشكلة في متمن الامن وش يضغط? يضغط على اربعة. وقبل ما تضغط على اربعة. هتفرج معي الفيديو وباذن الله ما تتلقى حتى اشكالية. هيا اجماع رحوا. بنجاوبوا على هذا السؤال اكس متين واحد لازم نجيبه متمن الامن. وراه المتمن الامن. هذا هو المتمن الامن. متمن الامن هذا وش فيه مرحلتين. مرحلة اكس متين ليه مربع مزدوج. اي مرحلة مربع مزدوج سميهم مرحلة التوقف. ومتين واحدة حتكون عكسها مرحلة الانتاج العادي. اذا بما انه اكس متين ما فيهاش الافعال نسميها مرحلة الانتاج العادي. مع ان النظام هنا في حالة الانتاج العادي. اما مرحلة اكس متين مربع مزدوج هي مرحلة توقف عليها توقف النظام. اما نشوفوا القابلية. اذا اما بسبب توقيف الاستعجال اي ديرجونس او فرض في الحمولة في المحرك الاول او فرض في الحمولة في المحرك الثاني. اذا هاي نكتبوا الاجابة. اذا اكس واحد وش هي هي مرحلة انتاج العادي نظامها في حالة سيرولة عادية اذا دور مرحلة اكس واحد هو الانتاج العادي ولا تشغيل عادي دور مرحلة اكس ميتين مرحلة توقف بسبب وجود خلف احد المحركات او توقيف الاستعجاري. اجماعة نشوفوا سؤال رقم ستة. سؤال رقم ستة ارسم تدرج المتامين ثم اشرح مبدأ تشغيله. اذا اجماعة اللي عنده مشكلة في المتامين ما ارسمو يضغط على رقم خمسة في ايصار الشاشة في تطبيق جي توني توني. وانا متأكد كنت شوف الايجابة ذلكم ما كنت شرح تضغط على خمسة احتفهم كل شي بالتفصيل. هيا اجماعة كيفان اصم تدرج المتامين لازم تكون عندي استراتيجية منظمة. اذا وش هذي الاستراتيجية بان نخدم تدرج المتامين. اول حاجة لازم لنستخدم متامين جياس. وثاني حاجة لازم نستخدم متمن قيادة والتهيئة جي سي. وثالث حاجة نستخدم متمن انتاج العادي شي بيا. اذا نجمع بنصم متدرج المتامين حيكون عندي مستطيل حيكون عندي ثلاثة. لماذا? لانه عندي متمن الامن لازم له مستطيل خاص به. ومتمن انتاج العادي لازم له مستطيل خاص به. ومتمن قيادة والتهيئة لازم له مستطيل خاص به. بما انه عندي ثلاث متامين رئيسية اساسية. قد عندي مستطيل عندي ثلاث مستطيلات. اذا هل سأخذ هذه الحلقة إذا نأصد مستطيل أول ثم مستطيل ثاني ثم مستطيل ثالث كما تلاحظون أصد acresثم الثلاث مستطيل أول في الأعلى و المستطيل الثاني في الوسط و المستطيل الأخير في الأسفل لعلها أصدقوا بهذا الشكل لأن المتامين هذي متفاوتة في الدرجة المتمن الأمن دي ما يأتيه في الأعلى أعلى لأنه هو المتمن السيد ليمد غير الأوامل وليتميقاش الأوامل الم lapaman يتلقى في الوسط هو المتمن القيادة والتهية يتلقى الأوامر بمتمن الأمن وعمد الأمر التهية إلى المتمن الات versions العديد المinabe الأخير هو المتمن الات jogo هو المتمن العبيد ويتلقى معه صانية favourite إذا هات возможно هذا هو مستطيل بلون الأصفر يعني known as GF المستطيل ما يتلقى في النص هوYa GCE وماتمن أنeverات يكون هناك مثل المستطيل LGBT جيبيا. هنا وش معنا عرفنا اصمنا ثلاث مستطيلات. من بعد اجمعه وش لازمنا نربطهما بين مستطيلات. اذا كيف نربطهما بين مستطيلات? اول حاجة نبدأ بمثلما الامن. وش يدير مثلما الامن? عندها حدوث الخلل تنشط اكس ميتين. هذي اكس ميتين وش تدير? ترغم مثلما القيادة وتهي بتنشط مرحلة ابتدائية وتخميل باقي المراحل. وفي ناس الوقت ترغم مثلما انتج عادي بتنشط مرحل الابتدائي لكل شغلات عشر عشرين ثلاثين ربعين خمسين. وتخميل باقي المراحل وبقى صير مفعول الى غاية زوال خالد. اذا هنا كده نرسم السهم. نصموا السهم الاول. كما كنت تعلم اف معنتها بفرصاج الى جي سي. نصموا السهم الاول من متمن جي اس الى متمن جي سي. وش هي الاستقبالي نكتبها هنا يا نكتبه هذه. هذي اف فرصاج جي سي مية. هذا بنسبة الامر الول. الامر الثاني موجهة الى متمن انتاج العادي. اذا كما كنت لاحظوا نصموا السهم الثاني من متمن الى جي بيان. وش هي الاستقبالية اللي هي اف سلاس جي بيان فرصاج جي بيان. وش هي نشط له مراحل رأسية لكل اشغلات من اشغلة واحدة حتى اشغلة خمسة. هذي بنسبة الخطوط الموجهة من متمن الامن. ثاني حاجة وش بقنا خط الموجهة من متمن قيادة التهيئة الى متمن انتاج العادي. في هذه الحالة وش نجيبه نجيبه متمن قيادة والتهيئة ونحاوس على امر اصلاح جي بيان. اذا كيف نكمله بكل بساطة. اذا ما ش نديره? نجيبه متمن قيادة والتهيئة نحاوس على مدلول اصلاح جي بيان ايه اصلاح جي بيان وش معانتها? ايه معانا تهيئ لي وش تهيئ لي ما يتمنى انتاج العادي. وش هما لا اشغلة ايه اشغلة ايه واحد وما راح تنخذار خمسة ثلاثة. اذا مدلول هلا نكتبوه هنا يا اذا هنا وش نكتبوه إصلاح جيبيان وواحد خمسة ثلاثة. هنا مبارك عليك رقصة تدرج متامن بكل بساطة. هذا بنسبة سؤال رقم ستة. رحوا لي بعدها في سؤال رقم ستة. ما زال ما كملناه. ما طلب منا? طلب منا شرح مبدأ عمل تدرج المتامن. طريقة بسيطة جدا. اذا وش هو الشرح? اذا وش هو الشرح? شرح بسيط جدا. اذا عند حدوث خلل او توقيف الاستعجالي. وش هي حيصر هنا? يتدخل متمن الامن. وش هي دير متمن الامن? وذلك بتنشيط كل مراحل الابتدائي لكل اشغولات متمن انتاج العادي. وتخميل كل مراحل متباقية. باضافة الى واش? الى تنشيط مرحلة ابتدائية للمتمن قيادة والتهيئة. وتخميل باقي المراحل. اذا المتمن الامن وش هي ديكية صرار خلال. يوقف كل متامن. كيف يوقف كل متامن? ينشط لهم مرحلة ابتدائية ويخمل لهم باقي المراحلات. على هذا ما شنقول له في المتمن قيادة والتهيئة نشط المية وليخمل مية وواحد مية وثنين مية وتلاتة مية ور بع aver إلى أخيره. مما تمنطع تشغلها كل مثلا اشغلا واحد ينشطها عشرة وحدة واثونتين يخملها. مثلا اشغلتسين نشاطها مرحلة عشرين وخملة واحدة شين الى اخيره. وهذا الامر يبقى سبري المفعول وليه يبقى هذا الارغام سبري المفعول الى غاية زوج الخل Laurie � comprendre ما يمشي اللad getting less than a hekda الى الغاية زوج الخل państw لا يمكنك تطبع حتى يجب أن تنحي الخلل. إلى غاية زوال هذا الخلل أين يتم استئناف التشغيل للنظام بعد تهيئة الأشغال 1 مع المرحلة 3.5؟ بعدما ينحي الخلل ونتخلصه مع الخلل ينشط متمن قيادة والتهيئة. متمن قيادة والتهيئة يشغل متمن إنتاج العادي نشط له أشغال 1 أشغال 3.5 و متمن إنتاج العادي ينسق مبيل الأشغال. ونظام يكون في حالة تشغيل العادي. هذا بنسبة الشرح. سؤال رقم 7 فسر أوامر موجودة في مرحلة X20 من متمن جيس وفي المرحلة X20 من متمن قيادة والتهيئة جيسي في شكل 2 وشكل 3 على الترتيب. نجاوبه ونحضره المتامل. إذن إذا نجمع لي عندهم مشاكل في المتمن قيادة والتهيئة والمتمن إنتاج العادي يضغط على STA في التطبيق إن شاء الله كل شيء واللي بس بوس. هذه نجمع نبدأ ونفسر الأوامر. إذن سبعة تفسير أوامر. إذن أول أمر أعطيها لي F.JC. F.JC. وش نرغمه متمن قيادة والتهيئة. وش ندير له هذا متمن قيادة؟ نشطه له مرحلة 100 مرحلة ابتدائية. وباقي المرحلة كنت نشطه مرحلة الابتدائية 100 الباقي وش يحصلهم؟ سنتقام له. إذن كما كم تلاحظوا هنا. شوفوا معي جمع هذا هو المتمن الأمن وهذا متمن قيادة والتهيئة. في الحالة الابتدائية X201 تكون مناشطة معانتها نظام في حالة سيرولة عادية ومكاش خلال. لو كان يحدث خلال الأجمع. لو كان يحدث خلال كما كنت لاحظوا لللون الأخضر معانتها مناشطة وللون الأحمر معانتها خاملة. معانتها نظام أرغب في حالة سيرولة عادية. لو كان يحدث خلال في مرحلة حرارة الأول أو الثانية أو توقف الاستعجال. ماذا سيحدث؟ ستخمل X201 وتنشط X20. كي تنشط X20 في المتمن أول فعل هو F slash GC. ماذا يصبح F slash GC؟ معانتها تنشطين لمرحلة 100 و 101 و 102 و 103 و 104 و 105 و 106. هذا كامل يتخمله. إذا F slash GC تنشط مرحلة ابتدائية وتخامل باقي المرحل. ولو كان تبقى X20 مناشطة تبقى هذه الدماء. يعني ماذا معانتها نقول هذا الأمر إرغام إلى متمن قيادة والتهيئة بتنشط مرحلة X100 وتخامل باقي المرحل. ويبقى هذه أهم ويبقى سير المفعول إلى غاية الزوال الخلل. لازم حتى نتشط X21 بيزول هذا الخلل. إذا نكتب. ماذا معانتها F slash GC 100؟ أمر إرغام صادر من متمن الأمن إلى متمن قيادة والتهيئة. وذلك بتنشط مرحلة 100 وتخامل باقي المراحل. ويبقى سير المفعول إلى غاية الزوال الخلل. رحوا لي بعدها F slash GC 10 20 43 50. بنا فهموا نجيبوا متمن أمن ونجيبوا أشغاله معينة. إذا كما تلاحظت هنا جبت متمن أشغاله واحد. هذه الأشغاله واحد تنتمي إلى متمن جيبية. وجبت متمن الأمن. في حالة الإبتدائية X20 21 منشطة و X20 خامل. معانتها النظام في حالة الإنتاج العادي. معانتها الأشغالها تطور عادي من 10 11 و 11 12 وتبقى الضوال. معانتها F slash GC 10 20 حتى 50. أما إرغام صادم متمن الأمن إلى متمن إنتاج العادي. وذلك بتنشط مراحل من 10 10 20 30 40 50. هذه المراحل الإبتدائية لكل أشغالات الخامسة. وتخميل باقي المراحل كما قلنا تقميل باقي المراحل كما الأشغالة واحد. تنشط عشر وتخمل 11 و 12. وتخميل باقي المراحل ويبقى صير المفعول إلى غاية زوال خلال. لكم إذا الشخلال تبقى الأشغالة واحد متوقفة و 23 و 45 كامل أشغالات متوقفة. هذا بالنسبة لأمر الثاني. رحوت الثالث. إصلاح جبياً واحد خمسة ثلاثة. هذه معانتها إنيسياليزازي ومعانتها التهيئة. معانتها مين جاية من متمن القيادة والتهيئة. إذا نجيبوا متمن القيادة والتهيئة وراحي هذه. كما تلاحظوا هي 102. جماعة في المتمن القيادة والتهيئة. كنت تنشط مرحلة 100 هي مرحلة توقف. كنت تحقق إنيت تنشط 101. كنت تنشط 101. النظام يتهيئة معانتها المنفذات هذه الكرافع وكل ترجع حالة ابتدائية. كنت ترجع حالة ابتدائية. كنت ترجع حالة ابتدائية وش يساوي واحد. وش هتنشط 100 و 2. كنت تنشط 102 وش هو المدلول موجود هنا. وش تقولوا هيئة لي من متمن انتاج العادي. وش تهيئة. نشط لأشغالة واحد ومرحلة الانتظار خمسة ثلاثة. إذا وش يصرح. تنشط أشغالة واحد وتنشط هذه المرحلة. وهذه الأشغالة واحد منشطة. تنشط أشغالة 2 وتخمل أشغالة واحد. من بعدها تنشط مرحلة الانتظار ثلاثة وتخمل اثنين. بما أن هذه منشطة وهذه منشطة وهذا وش هو. تقارب تقارب وباها يطور لازم هذه تكون منشطة وهذه منشطة. وهذه يزدنا مدلول خمسة ثلاثة. إذن كما تلاحظون تكون هذه منشطة وهذه منشطة. وشرط يسوي واحد هذا التقارب. وهذه تنشط أشغالة ثلاثة. وبعدها أشغالة ربعة. وبعدها ترجع أشغالة خمسة. وهنا ترجع أشغالة واحد. وكي تحقق نهاية العدو الإقلاء. ترجع المرحلة الانتظار خمسة ثلاثة. إذن هذا الأمر تهيئة. إصلاح جبياً واحد خمسة ثلاثة. هذا الأمر تهيئة من متمن قيادة وتهيئة إلى متمن إنتاج العادي. وذلك بتهيئة أشغالة واحد ومرحلة الانتظار خمسة ثلاثة. ويزود بمجرد تنفيذ. إذن نكتب هنا. إذن ما معناته هذه إصلاح جبياً واحد خمسة ثلاثة. أمر تهيئة صادم متمن قيادة والتهيئة إلى متمن إنتاج العادي. وذلك ابتهيت أشغاله واحد مع المرحلة خمسة ثلاثة بسكوا عندي تعاقبوا ولازمنا النشطة هذه المحاسينو يصلي مشكل في متمن انتهاج العادي هذا بنسبة سؤال سبعة سؤال ثمانية سؤال ثمانية ما دور المراحل X103, X104, X106 من متمن قيادة والتهية أكيدنا جمعين يخافوا من هذه الأسئلة هذه الأسئلة سهلة كي يسألك سؤال على أي مرحلة أروح وشوف المتمن تاحة وشوف الفعل الفعل هو الإجابة إذن بما أنهم طلبوا X103, X104, X106落حوا متمن قيادة والتهية یہ نبدأ دور المراحل X104, X103, X168 متمن قيادة والتهية إذن 103 وشوف الفعل هي تشغيل تحذيري إذن ووشوفتها؟ تشغيل تحذيري إذا نكتب X103 تشغيل تحذيري إذن بعدها X104 وشوفتها؟ تشغيل آلي ولا إذن تشغيل آلي نكتب 104 تشغيل آلي لابدها X106 وشوفتها؟ تشغيل يدوي أعمال يدوية إذن نكتبه X106 تشغيل يدوي أو X105 وشي هو توقف في نهاية الدورة ولا طلب توقف في نهاية الدورة X101 تهيئة النظام أو X100 مرحلة توقف في متمن قيادة والتهيئة سؤال تسعة ما دور الأزر دي سي إجراج ووزير توقف آر لقمطر التحكم موضح على شكل واحد وهذه الإجابة أعطاها لكم في الجدول الاختيارات دي ما جمع أقرأوا جدول الاختيارات هذه الأسئلة هم موجودين إذن كما تلاحظ هذا هو جدول الاختيارات في تحكم المراقبة والحمية أعطا لي كل شيء لها إجابة كل موجودة إذن نكتبه هاي نبدونا DCY إذن DCY هنا ما أعطاها لش D-Parsicle DCY وهي بداية الدورة نكتبه بداية الدورة ولا بداية التشغيل النظام ثاني حاجة R-Durgence أعطانا الإجابة هنا هي زر توقف الاستعجالي A-R هي زر توقف الاستعجالي وآخر حاجة يطلبها مني A-R اللي هي زر توقف إذن نكتبه زر توقف يعني هنا إجابة موجودة في جدول الاختيارات هذا بنسبة لسؤال 9 سؤال 10 واش طلب منكم في متمن انتاج العادي GPY شكل 4 صفحة 4 ما تدور مرحلتين 2-3 و 5-3 نجيبه متمن انتاج العادي ونشوفه إذن طلب مني هذه المرحلة وهذه المرحلة تلميذي الأعزاء رقص معي منيه وانتلقوا متمن في تعاقب ويو خاصة تقارب ويو تلاحظوا هذا نسميهم تقارب ويو هنا لازم ليه مراحل انتظار إذن 2-3 و 5-3 نسميها مراحل الانتظار وين تلقوا تقارب ويو ديما وش يديروا مراحل الانتظار إذن نكتب هنا عشرة دور المرحلتين 2-3 و 5-3 في المتمن انتاج العادي تسمى مراحل الانتظار سؤال حداش هل يمكن تجسين متمن الـ MGS في تكنولوجيا مربوطة علل إجابتك ومبعدش قالك اقترح حلا مناسبا مبينا إياه بإعادة رسم متمن الـ MGS إذن جمع بهنا فهمو هذا رحوا نشوفوا المتمن الـ M المتمن الـ M اللي في زج مراحل فيه إشكالية هذه الإشكالية وين موجودة في تكنولوجيا مربوطة وشمعت تكنولوجيا مربوطة في المعاقب الكهربائي والهوي هذه الاستحالة التكنولوجية شو يقول لك يقول لك إذا لقيت مرحلة تنشطها نفس المرحلة وتخملها نفس المرحلة هذه يسموها استحالة تكنولوجيا وما نقدش نطبقها في التكنولوجيا مربوطة هيا يشوفوا المتمن الـ M هل يوجد فيه استحالة تكنولوجيا أم لا إذا نقص معي منه لو كنسألكم سؤال X200 واحد تكوني نشطها هتجاوبوني يا أستاذي نشطها X200 صحيح تصحح و X200 واحد تكوني خملها لو كنشوفوا السهم الخروج هذا لما يروح X200 وش راكم تلاحظوا X200 واحد نشطها X200 وش راكم تلاحظوا X200 واحد نشطها X200 وتخملها نفسها X200 هل يمكنت انتهاءع الفرورس تكنولوجيا مربوطة إذا كتب هنا لا يمكن أن تنستيج بمرحلتين في التالي راحن решил التعليل كما عرفنا التعليل السبب يعود لاستحالة التكنولوجيا المرحلة تنشطها وتخملها نفس المرحلة كما نرى achter offense هامنتين وتخملها هذه السميهة ISTV اذا كيف نحلو العلاج globe هي استحالة التكنولوجيا طريقة بسيطة جدا زيدوا مرحلة مع الاستقبالية تساوي واحد. اذا الحل هو اضافة مرحلة ثالثة. اذا وش ندروا هذا هو المتمنى كان عندنا اكس ميتين واحد. اذا بتحت اكس ميتين واحد زيدوا مرحلة نسميها اكس ميتين واثنين. والاستقبالي وش نكتبو عليها? كما كما تلاحظون نارضوا بهذا الشكل. والاستقبالي وش نكتبو? نكتبو تساوي واحد ديما مو حقا. هيا يا جماعة نشوفوا راحة الاستحالة تكنولوجيا. كما اكس ميتين. شكوني نشطها مرحلة القبلية اكس ميتين واثنين شكوني خاملها ميتين واحد. انا مكاش مشكل. اكس ميتين واحد شكوني نشطها اكس ميتين وخاملها اكس ميتين واثنين مكاش مشكل. واكس ميتين واثنين شكوني نشطها اكس ميتين واحد وتخاملها اكس ميتين مكاش مشكل. وهنا وش نقولو? تخلصنا من استحالات تكنولوجيا وذلك باضافة مرحلة اخرى. هذا بنسبة سؤال رقم احداش. سؤال رقم اثناش من متمن اشغلة دفع العلاب. الصفحة ثلاثة اكتب معادلة للمخاش دي اه. اذا في هذه الحالة اجمعها. اوش طلب مني? قال لك هذو المخاش دي اه اكتب لي المراحل التي تتحكم فيها. اذا طريقة بسطة. اذا دي اه شكن تحكم فيها? تحكم فيها مرحلة اكس احداش فقط. وبشرط لا يوجد خلل. لا يوجد خلل. اذا في هذه الحالة كتابة معادلة للمخاش دي اه اذا نكتب دي اه ماذا تساوي? تساوي المراحل التي تتحكم فيها? اوش نكتبو اكس احداش ولا يوجد خلل. اذا ايش هي المراحلة الخلل هي اكس متين. ووقتكم لا يوجد معنا اكس ميتين وعلم اذا جمعت لو ان تخيلوا لو كان جمعا دي اه موجودة في احداش او اثناش و اما لو نكتب دي اه ماذا يساوي ايكس احداش او. زايد اكس اطناش زايد اكس تتابعة الاستقباليات بين X102 و X103. هنا لا أعطي لك Auto DCY و ما زالت الاستقباليات لا تكملها. في هذه الحالة كما تلاحظوا ما بين 102 و 103 كانت استقبالية هي Auto. نمط تشغيل Auto في بداية دورة DCY. إذن ما طلب منها؟ طلب منها استقبالية ما بين X102 و X103. إذن ونرحوا نرى الفعل عن X102. ما هو الفعل؟ هو إصلاح GPU 1 و مرحلة الانتظام 5 ثلاثة. أي فعل عنده شرق النهاية. إذن كيف العرب اللي متمن انتج العادي؟ راهي نشطة أشغلة واحد و نشطة مرحلة خمسة ثلاثة. وش لازم نديرها قابلية هنا؟ إذن هنوش نكتب Auto في DCY و X5 ثلاثة محققة مرحلة الانتظام و X1 محققة. كيتحقوا هذو شروط وش هصير متمن انتج عادي؟ يطور من 102 إلى 103. وإن تقعوا إصلاح GPU 1 معناتها اكتب X1. تقع إصلاح GPU 1 ثلاثين اكتب X1 في X2. تقع إصلاح GPU 1.5 ثلاثة اكتب X1 في X5 ثلاثة معناتها القابلية تحت نهاية التهيئة. إذا نكتب كتابة الاستقبال بين X102 و X103 اللي هي Auto في DCY في X1 و X5 ثلاثة. سؤال 14. وش طلب منكم؟ الملتقطين P2 و P0 موضحين في الأشغلة العد والإخلاء والأشغلة الطبع. هل هما من نوع حثي أو سعوي على الإجابتك؟ وش قالكم كان هذا الملتقطة كان فيه واحد سعوي وواحد أحي يكون حثي فرق لي ما بينها. شكون هو السعوي وشكون هو حثي إذا نجمع هذا هو النظام إذا هذا P0 وش يكشف عن علبة معدنية. ركزوا معيني عن علبة معدنية. هذي كمان كم تلاحظوا علبة طماطم هو علبة معدنية إذا هنا الملتقط حثيه لازم بنية داخل التعاوج فيه في وشعة. اللي يتمدل حق المغناطسي يكون يأثراف الحق المغناطس الأمور اللي عندها علاقة بالمعهد. إذاN PC4 يكشف عن علبة الطماطم معدنية إذا هو ملتقط حثي. كمان كم تلاحظوا علبة طماطم معدنية إذا الملتقط هذا شي ديره يديره حثي. أما ملتقط P2 وش يكتشف عن علبة كارطونية وهذه علبة كارطونية هي عازلة. ميقتش يدوره ملتقط حثي لانه ملتقط حثي وكتهدي داكتي داكتي تحويج المعدنية فقط في هذه الحالة وش يديره يديره ملتقط سيعوي وسيعوي وش فيه مبدأ عمل تعوي يحتوي على اللابوسي مكثلة يحلق يمشي بالحقل الكهربائي الملتقطات الحثية تكشف عن أمور التي لها علاقة بالأمور المعدنية أما ملتقطات سيعوية تكشف عن كل الأشياء سواء كانت عازلة أو غير عازلة إذن بي صفر هو ملتقط حثي وبي ثنين هو ملتقط سيعوي هاي نكتبه مع بعض إذن نوع الملتقطين إذن بي صفر هو ملتقط حثي يكشف عن علب الطماطم المعدنية أما بي ثنين وش هو ملتقط سيعوي يكشف عن السندق الكارطونية والله سميه المواد العزلة وهذه الملتقطات في زوج نقدم بدلهم بخلية كهرو ضوئية وهنا تنميذ الأعزاء كمنا جزء الثاني الخاص بالسلسلة المراجعة الشاملة لمادة الهندسة الكهربائية قدنا بقانا بقانا عشر أجزاء وهنا جماعة وصلنا لنهاية الحصة وابقى علي نقول لكم غير سلام شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر